لا يزال مستعصياً على الحل هكذا تتحدث الأمم المتحدة عن النزاع في اليمن الذي يتجاوز عمره السبعة أعوام حيث أصدر فريق خبرائها البارزين بشأن اليمن تقريراً رابعاً أكد فيه أن السلام لا يزال صعباً رغم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف إطلاق النار يعيد فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان سبب استمرار القتال في العامين الأخيرين إلى افتقار أطراف النزاع والجهات الدولية للإرادة السياسية فاتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة والانتقال لا يزال معطلاً إلى حد كبير والمفاوضات بين الحوثيين والتحالف لم تحقق أي تقدم ملموس تقرير الخبراء بنسخته الرابعة اتهم كل الأطراف بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى لوصف جرائم حرب وقد صلت التقرير الضوى على نتائج لتجاوزات حدثت في الفترة الممتدة بين يوليو 2020 ويونيو 2021 مثل الحرمان التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والتعذيب والتي ارتكبت من قبل الحكومة والسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي والحوثيين بحسب التقرير الدولي الذي نسب للحوثي أيضا قصف مخيمات النازحين في مارب واستهداف مطار عدن وزرع الألغام التقرير الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الجاري تطرق للأضرار التي لحقت بالأطفال نتيجة الزواج القسري والتجنيد مشيرا إلى المصاعب الاقتصادية فضلا عن بقاء عدة مدن تحت الحصار كتعز وحجة الأخطر بالنسبة للتقرير الأممي أن المدنيين ينزلقون بدرجة أكبر نحو المجاعة في ظل بيئة يسودها الخوف وغياب القانون والإفلات من العقاب ما دفع الخبراء الدوليين لعنونة تقريرهم عن اليمن بالأمة المنسية ترجمة نانسي قنقر